دعونا نتعرف على بعض الحركات التي تقوم بها في هواوي P9 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف ولما نتحدث عن الهواوي P9 هناك حركات جداً رائعة موجودة في نفس الهواوي لما نتحدث عن أول شيء نتحدث عن البصمة والأوامر هذه كلها نعرف أيضاً أن هناك خصائص وشاء داخلية موجودة في الجهاز وعندنا اختصارات والحركات دعونا نذهب على بعض الحركات للهواوي أول شيء بالنسبة لي رائعة هي تسجيل الشاشة في العادة عندما يكون لديك جهاز أندرويد أو آيفول وتسجل الشاشة الموضوع نوعاً ما يحتاج خطوات كثيرة أما في الهواوي من يوم تضغط على القائمة تستطيع أن تسجل الشاشة وسأعطيك عداد وسيبدأ يسجل الشاشة الأمر موجود بالتأكيد في قائمة الاختصارات إذا لم تضع لديك قائمة الاختصارات تذهب لتحرير من تحرير ستجده في القوامل التالي هذا هو تسجيل الشاشة الاختصارات وحركات ثانية جداً بسيطة و جداً حلوة أول شيء في أي مكان أنت موجود في المتجر أو المتساة ستجيل الدخول ناك مرتين ضغطتين أو نريد أن نقول مرتين على طول يسجل لك الشاشة يأخذ لك صورة لنفس الشاشة الاختصار ثاني جداً جميل الذي يصغر لك الشاشة يجعلها ليد اليمين لإستخدام اليد الواحد إذا قمت بإمكانك من قائمة لتحت هذا المينيوز اللي تحت إذا هذه العادية إذا من اليسار لليمين سيصغير لك هي وديها لليمين إذا العكس من اليمين لليسار سيصغير لك هي وديها لليسار تحت لديه أشياء أخرى عندما نتحدث عن الجستر ستستخدم شاشة لحاجة محددة ستستخدم الشاشة الذكية فالحين هذه أخذتها سأحذفها أساساً ماذا فعلت هذا أيضاً تستطيع الوصل للشيء الذي تبيه بمجرد النقل النقل الذي موجود عندك هذا هو الأصبع مثلاً عندما أكتب على الشاشة M على طول تفتح لي الصوتيات أيضاً الإشعارات التي موجودة في الجهاز وتعرف نوتيفيكيشن بانو تستطيع على طول من نفس الزر التي موجود وراء حق نفس البصمة تستطيع تطلعها وتستطيع تخفيها إذا أنا موجود في عبوم الصور من نفس البصمة أستطيع التحول وأتنقل بين الصور بشكل بسيط فمن نفس البصمة إذا أحتاجت إختصارات وإشياء ثانية جداً رائعة بكل بساطة من يوم تدخل الإعدادات لديكم أربع قوام التي وجدت فيها إختصارات جداً جميلة مثلاً أدوات المساعدة الذكية الأدوات المساعدة الذكية هذه هي استخدام جهة واحدة وواجهة بيد واحدة وواجهة بيد واحدة التي تشغيلها وقمت بساطة وضعية غلاف الذكي وضعية غلاف الذكي وضعية غلاف الذكي وقمت بإمكانك ووضع القفاز لو أنت قامت بس جوانتيات سأستخدام شاشة الجهاز أذهب إلى قائمة ثانية بصمة الأسبع وهذه هي إماءات السحب إماءات السحب التي تشغل إظهار نوتفكيشن بانو وايضاً عشان تقدر تتقل بين الصور هي القوائم هذه الداخلية على هذا الهاتف والجوالات الأخرى تعطيك اشياء جداً رائقة قفل الشاشة من ناحيتي قفل الشاشة وأفضل شيء بالنسبة لي لما قفل الشاشة اني افك الشاشة بالبصمة واني موجودة او واحد رقم بصبتي بطبط الأمور وفي اختصارات وشياء جداً كثيرة انا باعتكم في الفيديو هذا مرة ومختصر يعني ثلاثة دقائق دي بس عشان كان اختصار على السريع للمنزل ما نسألون بديوات الاختصارات اذا انتم تعجبكم فيديوات الاختصارات اعطوني لايك وعطوني تحت وش الجوال اختصارات ارجعنا لكم التحديات وايضاً الاختصارات سبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اعتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته